اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصلاة عمادو الدين وهي اهم ركن في الاسلام بعد الشهادتين وشدد الدين في الامر باقامتها وحذر من التكاسل عنها وامر بادائها سواء كان الانسان صحيحا او مريضا او مقيم او مسافر يعني الصلاة يا حبيبي يمشي نفعل احنا نتخلى عنها او نتكاسل عنها وربنا سبحانه وتعالى فرضها على الصحيح والمريض بس بكيفية معينة وسواء كان مقيم في البلد بتاعته او مسافر قصر الصلاة الاسلام سهل للمسافر لو انا مسافر اي محافظة ولا اي منطقة ولا اي مكان للمسافر اقامة الصلاة بس طبعا لها شروط وضوابط يعني لسه نقولها كمان شوي سهل للمسافر اقامة الصلاة بقصرها فيصلي قصرا كل من الظهر والعصر والعشاء ركعتين يعني الصلاة الربعية بتتصلى ركعتين الظهر والعصر والعشاء اما المغرب تلاتة زي ما هو والفجر اتنين زي ما هو ويباح للمسافر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يباحنا عندنا يجوز حكتين يجوز اللي أنا أصلي ركعتين يعني أقصر في الصلاة نفسها سواء الظهر أو العصر أو العشاء واللنا أدمع ما بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء طيب عندنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يعني سفرت معك كتير فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزل على ركتين حتى قبضوا الله يعني الدليل دوت ابن عمر بيقول لنا سفرت مع رسول كتير وأبو باكر وعمر فكانوا بيقصروا في الصلاة قبضه يعني انتقل إلى الرفيق الأعلى والمراد طبعا توفي قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكفرين كانوا لكم عدوا مبينا وقد قال صحابي لسيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال الله تعالى إن خفتم يعني فيه واحد صحابي يجي لسيدنا عمر بيقول إن خفتم لكن إحنا دلوقتي مفيش خوف يعني إحنا في أمن وأمان أما الآن إحنا عايشين براحتنا مفيش خوف حد يهجم علينا أو يحاربنا أو كده فرد عليه سيدنا عمر قال له لقد عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا عمر سأل سيدنا النبي استعجب برضو فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها يعني ربنا سبحانه وتعالى مدينا صدقة مدينا تأشير اللي إحنا نستخدمها في أي مكان إحنا نسافرين فيه سأل هيثم هل يباح القصر مع الجمع بين الصلاتين في كل وقت قال المعلم لا يا هيثم القصر ليه شروط هي أو الحاجة النية في الصفر يعني لازم أكون مسافر لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام يعني أنا لو مسافر ثلاثة أيام فأكثر ممكن أقصر الصلاة بدال دوة مش بيتي أو دوة اللي أنا مقيم فيه يعني أنا مثلا لو مسافر أسبوع شرم أو مسافر الغرداء طول الأسبوع أنا بأقصر في الصلاة لأن دوة مش بيتي اللي أنا بعيش فيه ودوة المستقر بتاعي يعني رقم اتنين عشان أقصر في الصلاة لازم تكون مسافة واحد وتمانين كيلو لازم نحفظ الرقم دوت عشان بيجي في الامتحانات مسافة القصر واحد وتمانين فأكثر يعني ما يجيش اللي أنا مثلا أسافر ما بين محافظة لمحافظة أو من بلد لبلد والسفر مثلا خمسين كيلو أو ستين أو سبعين لا ما ينفعش إلا أنا أقصر ما ينفعش إلا أنا أقصر رقم ثلاثة القصر يكون في الصلاة الربعية فقط لازم اترى تشروط دول يا حبيبي يتحفظوا شروط القصر أنها في السفر يكون المسافة السفر واحد وتمانين القصر يكون في الربعية فقط طيب الجمع بين الصلاتين واحد اسمه حامد سأل المعلم متى يكون الجمع بين الصلاتين المعلم أجاب وقال أن الجمع أسباب أول حاجة السفر إذا حدث قبل وقت صلات الظهر أو مغيب الشمس رقم اتنين المرض إذا توقع المريض ما شقة يعني أنا دلوقتي ممكن أجمع ما بين الظهر والعصر لو أنا حاسس لنا مش هقدر أصلي ده لوحده وده لوحده ممكن أجمع لو أنا مسافر ومسلا المواصلة اللي أنا معايا دي تركبها مش هعرف أصلي فيها طول الطريق فأنا لازم أجمع الاثنين الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء رقم ثلاثة من أسباب الجمع المطر والبرد الشديد والريح وتراكم الثلج يعني إحنا مثلا عندنا مطر متواصل يعني نجي في مرة مثلا يوم كامل مطرة متواصلة أو في بلاد تانية فيها مطر متواصلة يوم واثنين وثلاثة فيجوز لنا أجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويوم عرف عند أداء فريدة الحج برضو سيدنا النبي عرف للصحابة اللي هما يصلوا الحج يعني بيصلي الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة وبيصلي المغرب والعشاء في حتة تانية اسمها المزدلفة جمع تأخير يعني بيصلي المغرب مع العشاء وبيصلي العصر مع الظهر والجمع يكون بأذان واحد وإقامتين يعني أقيم سواء للظهر أو أقيم للعصر والأذان طبعا أذان واحد ليوم هما الاثنين لكل صلاة إقامة مستقلة أما أنواع الجمع عندنا في حاجة اسمها جمع تقديم وجمع تأخير عندنا ممكن أصلي لو أنا مسافر الصبح قبل الظهر كده مثلا والظهر أدن علي بقوم أصلي العصر مع الظهر لو أنا مسافر وعارف اللي أنا الموصلة بتاعتها تفضل مثلا ست ساعات أو أكتر أو عشرة حسب ما أنا مسافر طيب جمع تأخير اللي أنا مثلا أنا سفرت مثلا بعد العشة أو على أدان العشة بأم جامع المغرب مع العشة ده اسمه جمع تأخير أو جامع الظهر مع العصر ده اسمه برضو جمع تأخير جمع تقديم هؤلتيني يصلي العصر قبل وقته مع الظهر وكذلك العشاء قبل وقتها مع المغرب ده تقديم أما التأخير بيصلي الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء نحفظهم برضو عشان بيجوا في الامتحان عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى بالمدينة الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ده ممكن برضو يكون فيه مثلا مطر أو يكون فيه سبب من الأسباب هو سيدنا النبي عمل كده عشان برضو رخصة من الرخص اللي ممكن الإنسان يأخذ بيها إن الرسول صلى بالمدينة الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف يعني فيش خوف وما فيش سفر وهو محمول على الجمع لعذر المرض زي ما قلت فيه مرض أو فيه مطر أو فيه أي عذر يعني قصر الصلاة صنة واضبة عليها النبي وحث عليها ويستوي في ذلك المسافر بالطائرة أو الباخرة أو بأي وسيلة سواء سيارة أو غيرها يعنينا دلوقتي لو أنا مسافر بطيارة بأقصر في الصلاة لو أنا مسافر بالباخرة أو بالسيارة أي وسيلة أنا بأقصر في الصلاة طيب وإذا وصل المسافر إلى المكان الذي يريده وكان فيه نياتي أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام أتم صلاته طبعا فيها اختلاف ديت لأن العلماء قالوا بدل دوت مش مستقر رحته أو مش مستقر بيته أو ده المكان بتاعه حتى لو كانت ثلاثة أيام ممكن أسبوع أو عشر أيام واحد مسافر يقلص شغل عشر أيام ويرجع مش دم كان الإقامة بتاعته أما إذا كان ينوي الإقامة ثلاثة أيام فأقل فإنه يستمر في القصر وإذا كان لا يدري عدد الأيام التي سيطيع فإنه يستمر في القصر يباحنا عندنا هوت في آخر الدرس بيقول لو أنا مش عارف عدد الأيام بفضل مستمر في القصر وتوجه المسافر إلى القبلة طبعا في واحد من الطلبة بيسأل المعلم كيف يحدد الراكب في السفينة أو في الطائرة القبلة بتاعته أجاب محمد سمعت إجابة هذا السؤال في برنامج إذاعي قال فيه وهو من أحد العلماء قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فلوا وجهكم شطرة وإن الذين أوتوا العلماء لا يعلمون أنه الحق من ربكم من ربهم وما الله بغافل عما يعملون لذا يتوجه المصلي في السفين أو الطائرة أو القطار نخد بالنا عشان إحنا لما نبقى مسافرين نبقى عارفين إحنا بنعمل إيه يتوجه المصلي في السفينة أو الطائرة أو القطار إلى القبلة إذا تيسر يعني عرف يسأل حد أو هو عارف المشرق من المغرب طيب لو مش يتيسر له ذلك وضرت السفينة أو لفت الطيارة بصلي في أي اتجاه أنا استمرت عليه بفضل مستمر عليه لغاية آخر الصلاة ما ينفعش إلا أنا صلي على قبلة الرقعة الأولى ورقعة الثانية ألف أنا ألف لا لكن أفضل في نفس مكاني اللي أنا صليت فيه طبعا عندنا رب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أباحة لمنعجز عن الصلاة قائما أن يصلي جالسا واللي مش قادر برضو يصلي جالسا بيصلي وهو مضطاجعا يعني منايم على جنبه طيب لو مش قادر خالص واحد تعبان خالص ربنا يعفيك ويعفينا بيومئ يعني بيومئ يعني بيحرك عينيه مع الركوع ومع السجود وبيحرك شفيفه طبعا في الذكر بتاع الصلاة وروي عن النبي أنه انتهى لمضيق وهو هو وأصحابه وهو في رحلته والسماء تمطر من فوقهم يعني الأرض مبتلة فحضرت الصلاة فأمر المؤذن يؤذن ثم تقدم فصل بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه الترمزي عندنا برضو في حاجة اسمها في آخر الدرس الصلاة المسبوق مهمة جدا وبتيجي في الامتحان ماذا أفعل إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الامام قد سبقني بركع المعلم بيقول تنوي الصلاة وتتبع الامام إلى أن يسلم فتقوم دون أن تسلم وتصلي ركع التي فتت يعني أنا دلوقتي لو جيت المسجد أو صليت مثلا بعد مع بابا في البيت وهو كان فيتني ركع ماينفعش أصلي ركع اللي فتتني ديت وأم صلي معاه لا أنا أكبر وأتابعه في كل الصلاة لغاية لما يسلم وأقوم أجيب الركع أو الركعتين اللي فتوني دي اسمها صلاة المسبوق طبعا الجميع وصلوا في هدوء وفي نظام الرحلة اللي كانوا مسافرينها وذهبوا لأقرب مسجد محطة وتوضقوا ووصلوا اللي كان فيتهم وبعد كده ذهبوا إلى البيت الشباب بتاعهم وعندما حان صلاة المغرب طبعا أزنوا وصلوا المغرب وعيشها لأنهم طبعا على سفر وبعد اختام الصلاة قال المشرف ليذهب كل منكم إلى مكان نومي عشان يقدر يسحل صلاة الفجر بعدين عندنا التدريبات الأسئلة هي عندنا صلاة العصر في السفر بطبة ركعتين وصلاة المغرب ركعتين ما الصلوات التي تقصر في السفر الصلوات الربعية كم المسافة عارفينها زي ما قلنا 81 ماذا يفعل من صلى في السفينة متوجها إلى القبلة ثم در السفينة بيفضل على نفس القبلة اللي هو صلى عليها من أول ركعة الأوقات التي نهى الإسلام عن الصلاة فيها عندنا عند شروق الشمس وعند غروبها عندنا حكم من ترك الصلاة عامدا جاحدا المفروض اللي هو يستتاب يستتاب ويتوب لربنا سبحانه وتعالى وينطق الشهادتين لأن الصلاة وإعماد الدين ينطق الشهادتين ويتوب لربنا ويحاول هو يواصب على الصلاة حكم من ترك الصلاة متكاسلا برضو ينبه العلماء له برضو ينبه ويتوب لربنا سبحانه وتعالى ويحاول يصلي ما فاته وقت كل فريضة أول أدائها وآخرها وقت الصلاة نفسها ده أول أدائها آخر أدائها اللي هو قبل الصلاة اللي بعديها أكتب مقالة ده واتنشاط أذكر حكم من أقام أربعة أيام في السفر لو مش كان عارف أيام السفر بتاعته يقصر مهما كان قعد سواء ثلاثة أو خمسة أو عشرة زر أقاربه ثم عادة في نفس اليوم وقصر الصلاة ده برضو السؤال مش مبين دي مسافة القصر موجودة أم لا هو زر أقاربه في نفس اليوم وممكن في نفس اليوم ده يكون عدى مسافة القصر مش مبين السؤال لكن لو عدى مسافة القصر بيقصر عادي لو معداش مسافة القصر يصلي صلاته عادية أدرك ركعة واحدة مع الإمام بيصلي مع الإمام ثم بعدما الإمام يسلم يقوم يأتي بالركعة اللي فاتته الصلاة التي تقصر في الصفر هي الصلاة الربعية عندنا رقم بي إذا سافر المسافر بالطائرة يؤدي الصلاة يصلي ولا يغير اتجاهه حتى لو تغير اتجاه الطائرة آخر إجاب وشكرا لكم